الجزء الثاني الفصل العاشر وعندما استيقظ أحس بأنه نام وقتا طويلا ولكن نظرة واحدة ألقاها على ساعة الحائط أنبأته بأن الوقت لم يتعد الساعة الحادية عشرة فاستسلم للنوم فترة طويلة أخرى ثم أفاق على صوت الغناء المألوف الصادر من الساحة الكائنة أسفل الغرفة كان الصوت يردد الإنشود التالية لم يكن إلا خيالا لا أمل فيه مر كما يمر يوم من أيام أبريل ولكن نظرة وكلمة وأحلاما أثارتها قد سرقت قلبي ومضت به بعيدا كانت الأغنية مألوفة وشائعة يسمعها الإنسان في كل مكان وقد عاشت حتى بعد أن ولدت إنشودة الكراهية وصيقضت جوليا على الصوت وتمطت في تراخن ثم نهضت وتركت الفراش وقالت إنني جائعة دعنا نعد بعض القهوة يا للعنة لقد انطفأ الموقد وبرد الماء ورفعت الموقد وهزته وقالت ليس به غاز أكبر ظني أننا نستطيع أن نحصل على بعض الغاز من شارينغتون العجوز واستطردت بعد لحظات من العجيب أنني تأكدت من أنه كان ممتلئا سأرتدي ثيابي إذ يبدو أن الطقس قد ازداد بروده ونهض وينستون بدوره وارتدى ثيابه وكان الصوت الذي لا يكل ولا يمل يتابع الغناء فيقول يقولون إن الزمن يشفي جميع الجروح ويقولون إن الإنسان يستطيع أن ينسى دائما ولكن الابتسامات والدموع عبر السنين ما تزال تعصر خيوط قلبي كانت المرأة صاحبة الصوت تذرع أرض الساحة جيئة وذهبا وأدرك وينستون أن الشمس لابد أن تكون قد اختفت خلف المنازل لأن أشعتها لم تعد تلمع في الساحة أما البلاط فكان مبتلا كما لو كان قد غسل لدوه وكان يساور وينستون إحساس بأن السماء قد غسلت أيضا فقد كانت زرقتها نظرة شاحبة بين المداخن وراحت المرأة تروح وتغدو بغير كلل أو ملل وهي تغني وتصمت وتنشر الغسيل وتساءل وينستون عما إذا كانت تمارس مهنة الغسيل من أجل العيش أم أنها كانت مجرد رقيق لعشرين أو ثلاثين حفيدا وكانت جوليا قد انضمت إليه قرب النافذة وراحا يحملقان إلى أسفل وقد تولاهما لون من الافتتان بقوام المرأة القوي ولأول مرة رأى وينستون عليها مسحة من الجمال فلم يكن يخطب بباله من قبل أن امرأة في الخمسين من عمرها أنهكها الحمل والوضع أشد إنهاك وقس العمل عليها أشد قسوة يمكن أن تكون جميلة ولكن هذه المرأة كانت جميلة ولم لا؟ إن جسدها الراسخ الصلب الشبيه بصخرة من الجرانيت وجلدها الأحمر الخشن يمثلان العلاقة بالنسبة لجسم أي فتاة بالعلاقة القائمة بين تاج الوردة وكأسها لماذا ينبغي أن تكون الثمر أقل أهمية من الزهرة؟ تمتم وينستون إنها جميلة فقالت جوليا إن عرض أردافها يبلغ مترا بسهولة فقال وينستون هذا سر جمالها وأحاط خسر جوليا الرفيع بذراعه فالتسق به جسمها من عجزها لركبتيها إنهما ملتصيقان جسمانيا إلا أنه كان يعلم أنهما لن يستطيعا أن ينجبا طفلا لأن ذلك هو الشيء الوحيد الذي لا يستطيعان فعله أما الذي يستطيعان فعله فهو تبادل الكلمات التي تصل إلى عقليهما أما المرأة التي تكد في الساحة فلا عقل لها ولكنها تملك ذراعين قويين وقلبا دافئا ورحما خصبا وتساءل وينستون عن عدد الأطفال الذين أنجبتهم لعلها أنجبت خمسة عشر طفلا ولا ريب أنها كانت يوما ما كالزهرة البرية جميلة يانعة ثم انتفخت فجأة كالفاكهة النامية فأصبحت صلبة حمراء خشنة وغدت حياتها عبارة عن كتح دائم في الطهوي والغسل والكنس والصقل والرتق والكي لأطفالها أولا ثم لإحفادها فيما بعد ومع ذلك كله فإنها لا تزال تغني ولقد امتزج شعور وينستون نحوها بالاحترام الغامض امتزج بجانب من جوانب السماء الباهتة الخالية من الغيوم والتي تمتد إلى موراء المدخنة إلى مسافة لا نهاية لها ولقد كان عجيبا أن يفكر في أن السماء واحدة بالنسبة لكل إنسان سواء كان يعيش في أوراسيا أو أستاسيا أو هنا في أورشانيا فهنا تحت السماء يتشابه الناس إلى حد كبير أينما كانوا ففي جميع أنحاء العالم يعيش مئات الألوف من الناس على هذا النحو وهم يجهلون وجود بعضهم بعضا بينما تفصل بينهم جدران من الكراهية والأكاذيب ومع هذا كله فإنهم متشابهون وناس لم يتعلموا إطلاقا كيف يفكرون ولكنهم يختزنون في قلوبهم وصدورهم وعضلاتهم القوة التي يمكن أن تقلب العالم في يوم من الأيام فإذا كان هناك أمل فإنه يكمن في العامة وبغير أن يقرأ الكتاب إلى نهايته أدرك وينستون أن هذه هي رسالة جولتشتاين النهائية فالمستقبل ملك العامة وقال وينستون لنفسه أن لي أن أستوثق من أنه عندما يصبح العالم ملك أيديهم هذا العالم الذي سوف ينشئونه لن يكون غريبا علي كهذا العالم الذي يسيطر عليه الحزب نعم سيكون كذلك لأنه سيكون عالم التعقل على أقل تقدير فحيثما توجد المساواة يوجد التعقل ولسوف يحدث ذلك إن عاجلا أو آجلا سوف تنقلب القوة إلى شعور إن العامة هم الخالدون وإنك لن تستطيع أن تشك في هذه الحقيقة حينما تتطلع إلى قوام المرأة القوي الراسخ التي تعمل جاهدة في الساحة لا بد أن يستيقظ العامة في النهاية وإلى أن يحدث ذلك وقد لا يحدث إلا بعد انقضاء آلاف السنين سيظل العامة أحياء رغم كل الظروف المعاكزة كالطيور تنقل الحيوية من جسم إلى جسم بغير أن يجد الحزب سبيلا لتقاسم هذه الحيوية أو قتلها قال وينستون هل تذكرين ذلك العصفور الذي غرد لنا يوم أن التقينا لأول مرة عند حافة الغابة؟ فأجابت إنه لم يكن يغرد لنا وإنما كان يغرد لنفسه ليس ذلك فحسب وإنما كان يغرد لمجرد التغريد لقد غردت الطيور وغنى العامة ولكن الحزب لم يغني وشبيهات هذه المرأة ذوات القوام الصلب الذي لا يقهر واللا إيعملن وإكدحن من يوم ميلادهن إلى يوم موتهن ومع ذلك فإنهن يغنين موجودات في جميع أنحاء العالم في لندن ونيويورك في إفريقيا والبرازيل وفي الأراضي ذات الأسرار المحرمة والواقع وراء الحدود وفي شوارع باريس وبرلين وفي قرى السهول الروسية التي لا نهاية لها وفي أسواق الصين واليابان من أصلابهن القوية سيأتي حتما جيل من المخلوقات الواعية يوما ما فإذا كنت أنت من الأموات فإن المستقبل لهؤلاء ولكنك تستطيع أن تقاسمهم المستقبل إذا احتفظت بالعقل نشطا واحتفظوهم بنشاط الجسد ونقلت إليهم العقيدة السرية من أن ثنين واثنين يساويان أربع قال وينستون إننا نحن الأموات ورددت جوليا عبارته قائلة إننا نحن الأموات وقال صوت حديدي من الخلف إنكما الهالكان فقف زام الفصلين عن بعضهما وخيل لوينستون أن أطرافه تجمدت واستطاع أن يرى وجه جوليا وقد امتقع حتى حاكى لون الأموات وبدى كأن بقعتين الأحمر فوق خديها قد برزتا بشكل ظاهر وكأنهما لا صلة تربطهما بالبشر التي تحتهما وكرر الصوت الحديدي قوله إنكما الهالكان وهمست جوليا إن الصوت صادر من وراء الصورة وقال الصوت إنه كذلك الزمام كانكما ولا تأتي بأي حركة حتى يصدر لكما أمر بذلك لقد بدأت النهاية بدأت أخيرا لم يستطيعا حراكا وراحا يحدقان أحدهما في الآخر ولم يخطر ببالهما أن يهربا طلبا للنجاة أو يغادرا الغرفة قبل فوات الأموات فليس من المعقول عصيان أمر الصوت الساخر الصادر من وراء الجدار ثم سمعا قرقعة وتحطيم زجاج وسقطت الصورة فوق أرض الغرفة وكشفت عن الستار الناقل الموجود خلفها قالت جوليا إن في استطاعتهم أن يرون الآن فقال الصوت في استطاعتنا أن نراكما الآن قفا في منتصف الغرفة ظهرا لظهر وضعا أيديكما خلف رأسيكما ولا يلمس أحدكما لآخر ولم يتلامسا ولكن خيل لوينستون أنه يستطيع أن يشعر بجسد جوليا وهي ترتعش أم لعل جسده هو الذي كان يرتعش وبالكاد استطاع أن يمنع أسنانه من الاصدكاك ولكنه لم يستطع السيطرة على رقبتيه ثم سمعا وقع أقدام تسير في الساحة بخطى عسكرية كما سمعاها بداخل المنزل وبدى لهما أن الساحة قد امتلأت بالرجال وكفت المرأة عن الغناء بغدة وأعقب ذلك صراخ وعويل فقال وينستون إن المنزل محاصر فقال الصوت المجهول إن المنزل محاصر وسمع وينستون صوت أسنان جوليا وهي التستق وقالت الفتاة بصعوبة أكبر ظني أنه يحسن بنا أن يودع أحدنا الآخر فعاد الصوت المجهول يقول يحسن بكما أن يودع أحدكما الآخر ثم سمعا صوتا يختلف عن الصوت الأول وكان صوتا ناعما مهذبا خيرا لونستون أنه سمعه من قبل وقال صاحب الصوت الجديد وبهذه المناسبة وما دمنا بصدد الوداع فها قد جئناكما بمصباح يضيء لكما الفراش وبمقصلة تطيح برأسيكما وسمع وينستون شيء يرتطن بالفراش خلفه ثم برزت رأس سل من النافذة وأعقب ذلك صوت أقدام شخص يتسلقه وإن هي إلا لحظة حتى غصت الغرفة برجال أقوياء يرتدون ملابس سوداء رسمية ويحملون الهروات في أيديهم ولم يعد وينستون ينطفض كما كان يفعل من قبل حتى عيناه لم تتحرك إلا نادرا كان شيء واحد يهمهم أن يحتفظ بهدوئه حتى لا يهيئ لهم عذرا لضربه ووقف أمامه رجل فض أشبه بالمصارعين وراح يزن هراوته مفكرا ونظر وينستون إلى عيني الرجل وقد انتبه شعور من الطيق الشديد وفي تلك اللحظة سمع الجميع صوت قرقعة عالية فقد التقط أحد الرجال الثقالة الزجاجية من فوق المكتب وألقى بها فوق حجر المدفأة فتحطمت وتدحرجت قطع الزجاج على الأرض كانت ضئيلة للغاية وما كادت قطع الزجاج تستقر في مختلف أرجاء الغرفة حتى شعر وينستون بضربة تأتيه من الخلف وتفقده دوازنة بينما كان رجل آخر يمسك بتلابيب جوليا ولكن وينستون لم يجرأ على إدارة رأسه وأمسك بالفتاة رجلان وحملاها خارج الغرفة كجوال واستطع وينستون أن يلقي عليها نظرة واحدة خاطفة كانت صفراء اللون ممتقعة للوجه مغلقة العينين وكانت تلك آخر نظرة ألقاها عليها أما هو فبقي جامدا بلا حراك كالتمثال وبدأت الأفكار تمر سراعا بخاطره فتسأل عما إذا كانوا قد ألقوا القبضة على شارينغتون وعما فعلوه بالمرأة التي كانت تغني في الساحة وشعر بأنه بحاجة عاجلة إلى التبول وأدهجه ذلك لأنه كان قد تبول منذ ساعتين أو ثلاث ساعات ولاحظ أن ساعة الحائط تشير إلى التاسعة وأن الضوء كان ساطعا مع أنه يكون عادة ضعيفا في مثل هذا الوقت من شهر أغسطس وتساءل عما إذا كان هو وجوليا قد أختآ الوقت وناما حتى التاسع من صباح اليوم الدالي ولكنه لم يشأ متابعة هذه الفكرة لعدم أهميتها وسمع وقع خطوات خفيفة في الممر ودخل مستر شارينغتون إلى الغرفة وفي التو بدأ أصحاب زي الأسود يغيرون سلوكهم ولاحظ وينستون أن شيئا ما قد تغير في مظهر شارينغتون نفسه وسقطت عينا شارينغتون على ثقالة الورق المحطمة فقال بحدة اجمعوا هذه القطع وانحنى أحد الرجال مطيعا للأمر وأدرك وينستون فجأة كنها الصوت الذي كان قد سمعه من الستار الناقل منذ فترة قصيرة كان شارينغتون لا يزال يرتدي سترته المخملية العتيقة ولكن شعره استحال أسود أضف إلى ذلك أنه لم يكن يرتدي عويناته وألقى الرجل نظرة حادة عليه وكأنه يريد أن يتحقق من شخصيته ثم انصرف عنه كان وينستون لا يزال يستطيع التعرف على شارينغتون رغم أنه لم يعود الشخص الذي عرفه في الماضي فقد استقام جسمه وبدأ كأنه ازداد طولا وفخاما أما وجهه فقد طرأت عليه تغيرات طفيفة ولكنها غيرته تغييرا شاملا وزالت التجاعيد من وجهه وأصبح حاجبا أقل كثافة حتى عنفه بدأ أقصر مما كان عليه ووقف الرجل منتصبا أمام وينستون وقد بدأ عليه برود ويقظت الرجل الذي لا يتجاوز عمره الخامس والثلاثين ولأول مرة جالت بمخيلة وينستون فكرة أدرك في التو أنه يتطلع إلى أحد رجال بوليس الفكر